موسيقى مورة كنت خلصت الحلقة مع كرم كوردي في تيفو مش عاجبك كلامه ولا ايه لا بالعكس كرم بيعجبني كلامه جدا مقتنع بالكلام دوته وبالمقالة اللي كاتبها او اللي نزلت لا مش كلها في الحقيقة وطبعا يعني الامور يعني كل واحد بيكلم من وجهة نظره وطبعا كرم اصلك منه يمكن اصبع عنده معلومات لانه قابل الشخص المسؤول عن عمر نايل شركة التسويق واتكلم معاه وجاب منه بعض المستندات دي المقالة اللي نزلت في المنصب وجاب منه بعض المستندات فبالتالي هو بيتكلم بناء على ما تم الحديث معه والمعلومات اللي جات له انما انا شايف ان انا قلت الكلام ده يمكن من زمان ان اتحاد المصري كرة القدم وخطر على كرة القدم المصرية وانه لابد من رؤية معينة لكن خلينا ننتظر ما هو انت يعني ايه هو كرم بيقول ان الموضوع مش محتاج تحقيق الموضوع واضح وباين لكن انت في دولة قانون ومحتاج انك انت تفاعل القانون انك في مجرمين واحد اتل واحد واعترف انه اتله لكن لابد ان يحاكم ولابد انه تجرى محاكمة ولابد ان يأتي محامي يدفع عنه ولابد ان يدلب اخوانه طب انت سخنتش بفترة لا انا وقلت معلومات مهمة جدا وانا المعلومات اللي قلتها او الكلام اللي اتكلمتوا منتوا كلكم بتبنوا عليه كل البرامج بعد كده بنت عليه ودي الكلام اللي بيقولوا كرم ما هو بني عليه والكلام اللي انت بتتكلمه ما هو بني عليه وقرارات مجلس ادار الاتحاد المصري لكرة القدم ما يبني على الكلام مرة واحدة هديت لا ما هو اولا انا دلوقتي عنديش برنامج عشان يعني عاوص انت بتطلع بالعشرين ساعة لا مش مشكلة مش مشكلة انت بتطلع بكونك تطلع ضيف برضو بتبقى محدد بايه اللي انت بتقوله لانك طلعت تتكلم في كرة القدم وبعدين مش نقعد بقى حياتنا كلها نتكلم على الاتحاد المصري لكرة القدم ومسوق واخطاء ما هو ماشي ده موضوع خلاص وانتقدناه وقلناه ووصلنا المعلومات كل موضوع بنانتقد وبدو يحصل مشكلة وخلاص وبيعدي ما هي دي المشكلة كابتل اللي حررتك بتقوله لا مش بيعدي المفروض انه ما يعديش يا اسلام ما بيستمرش عليها يا اسلام انت واحد من الناس بتكتب مقالة وخلاص وبتنساه وما بتكملهاش لا ما بتكملش لا ما بتكملش لانه مش بييدك لا مش بييدك حسب المعلومات اللي بتتوقع لا انت بتكتب مقالة انت لو كتب بيخفوا الواقع يا اسلام انت انت صحفي الصفحة اللي انت بتكتب فيها لها رئيس ورئيس الصفحة له رئيس والرئيس له رئيس النهاردة انت كتبت في موضوع وفتحت فجرت قضية وقلت حصل كذا وكذا وانا شفت والقصة ومش عارف ايه وبتاع وبعد كده بتكتبش تاني ليه لانه ممكن يكون اللي مسك الصفحة يقوله كفاءة على الموضوع كده يعني عندنا احنا ما بيحصل لا ما بيحصل لا والله بيحصل انما عايز اقولك عموما 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 هو يعني الناس كلها والرأي العام الكروي كله متشبع وعارف بالظبط ايه اللي بيحدث وايه الصح وايه الغلط وان اتحاد المصر كرات القدم ما عندوش قبول يعني ما عندوش قبول في الشارع المصري خالص ولا عنده انجازات يقدر انه هو من خلالها يستطيع بس هما يعني ما يفرش عندهم عندهم قبول ولا لا لان هما اصلا يعني محدش يعرف مين معه انت النار ده لما تيجي انت لاعب مثلا يعني في ضيحة الاتحاد الدولي الكرة القدم لما طالت بلاتيني اكتر الخاسرين هو بلاتيني لا بلاتر فرق معاه ولا ولا الرجل اللي هو بتاع ترينداد وتوباكو ده فرق معاه واخبالك اللي وقفوه مدى الحياة ده ولا مش عارف مين لا غير انه شبع محدش عارفه اصلا مالوش تاريخي خاف عليه مالوش اسمي خاف عليه انا ما دخلت اتحاد المصر كرة القدم واشتغلت واشتغلت ونقيت اخطر لجنة كنت عارف ان انا ههاجم وبالفعل وجمت ودخلوني في مشاكل اخرى كتيرة جدا جانبية عشان يحاولونهم يفشلوني لكن انا ركست وعملت الكرة القدم وخرجت من هذه اللجنة نظيف اليدين محدش قدر يمسك علي حاجة انت واخد بالك ليه لانا عندي تاريخ خاف عليه عندي اسم خاف عليه ايه بس كان بيحصل مشاكل اكتب سيبق موقف يعني كان بيحصل خناقات لا يليق به النجوم اللي كانت موجودة في اتحاد الكرة في مجلس حضرتك يا اسلام يعني لما يبقى احد يعني اتنين مسؤولين او اتنين سائقين في التذاكر 2006 يعودوا يتخنقوا مش دول كانوا اصحاب تاريخ يعني ايه سائق؟ اه تذاكر 2006 الواقع الشهير سائقين مين؟ سائقين للاتنين المسؤولين اللي كانوا في التعادل بورا وقتها بس 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 اللي بي هم لهمش تاريخ انا بالنسبة لي انا يعني ماليش دعب موضوع التذاكر لكني اللي بكلم ان اه المفروض اللي يثبت عليه شيء يتحق معه مقصودة كابتن التحرطة ويحاكم هي المسألة مش انك انت عشان صاحب تاريخ فده يلزمك انك انك لا لا بس عندك اللي تخاف عليه يعني على الاقل عندك شيء تخاف عليه اه طبعا طب ما بنخافش عليه ليه سواء انت نجمة او مش نجمة ما هو المال العام له من يا بس عارف انت لما لما راحوا ل لا 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 ل كان ابو طالب لما راحوا له وقالوله الكعبة وابراها جاي قال لهم قال لهم و جماله هو خد جماله وقال لك انا رب الجمال انا خاف علي الجمال و الكعبة لها رب يدافع عنها القصة ان المال العام له من يدافع عنه الوزارة يا سيد الفاضي الوزارة وجهاز المركز المحاسبات والأموال العامة نستخدم بس سواني موضوع الوزارة وقتا ما احنا نحب نتكلم عنها وقتا ما بتحب تقول ان هي مسؤولة عن المال العام واتدخلها في مسؤوليتها في اتحاد الكرة بتدخلها وقتا ما يجي الوزارة نقول ان هي هتحل اتحاد الكرة ما بتقولش دا انا اقول واحد طلبت الوزارة انا اقول واحد انا اقول واحد طلبت الوزارة تحل اتحاد الكرة انت مش مسؤول دلوقتي يا كبت ليه ما انا كنت مسؤول وقدمت استقلتي ما انا كنت مسؤول ومشينا احنا كنت والمين اللي مشي لا انت وقت حدث بورسعيد رفضت تقدم استقلتك يا عم يا رفضت تقدم استقلتك يا عم مشينا قرار بقالتكو لا ممشتوش هكذا الدكتور كمال الجنزوري في مجلس الشعب خد قرار بقالتكو ولا كان يقدر يقلنا مع احترام الشديد وانت وقتها كان لك تصرحات بتقول فيها انا مش هستقل يا سيدي واحدة واحدة بس واحدة واحدة عشان تفهم عشان تعرف التاريخ هو انت اللي بتحكي التاريخ ولا انا اللي كنت فيه تاخده مني حتى لو كنت موجود انا جوه يعني النهاردة اما ييجي محمد نجيب يكتب مذكراته زي واحد يحكي عن محمد نجيب ما ينفعش ما انا كنت جوه لأ انا بقول لك اما ييجي اي حد يكتب مذكراته انت وقتها رفضت تكون تقدم استقل هو انت جايبني انا اتكلم ولا انت لاتتكلم لا انا بواقعك بس لا ما بتواجهنيش انت مستمديني فرصة تكلم فضلك ما هو انا لو انا جاي عشان اسمعك يبقى ما تبتش يهل ما هو انت سألتني تسيبني بقى جاوب بقى لا اديني فرصة جاوب انت النهاردة لا يستطيع لا رئيس الوزارة انه كان يقلنا في ذلك التوقيت ولا انه ااخد قرار في مجل الشعب واحدة واحدة ما تسيبني اكمل اذا يخش في الكلام برضي ما تسيبني عايز تكتمني يا ابني عايز اكمل وبعدينه برد علي انا مش هتكلم خلص يا جماعة انت واخب بالك ما يقدرش اللي حصل القاتي انه ضغط على بعض اعضاء مجلس الادارة باشياء اخرى ايه بقى لاشياء منع بقى حد من السفر منع مش عارف ايه منع مين من السفر ما عرفش بقى ما انت عارف انت منع مين مش انت محمد نجيب يا عم اسمع لقولك عليه فالمهاردة اصبح مطلب اصبح انك انت كله قدم استقالته بقى مطلب جماعة انا ما كتبتش استقالتي بس مشيت انا ما كتبتش استقالة بس مشيت بس ما قدمت الشكوى اصدق للفيفا اللي ده تدخل الحكومة ولا قدم خلاص الموضوع انتهى احنا كان لازم اصبحنا وجه غير مقبول في ذلك التوقيت البلد فيها مصيبة المصيبة دي مدبرة غير مدبرة الله اعلم انما خلاص كان لابد ان الاتحاد الكرة ده يمشي وضع طبيعي انه يمشي ويجي بداله بقى التحاد تاني يدير كرة القدم حلوة اويل نقف بقى نقطة ومن اول السطر طبيعي وقلت جملة مهمة جدا اصبحنا وجه غير مقبول في هذا التوقيت البعض من الوجوه دي بدأت تعيد مرة تانية راغبتها في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة يا سيدي ده ما حوله المعنى بس انا باخد رأي حراتك يا سيدي الفاضل الفاضل النهاردة هي دي الديمقراطية لعبة الديمقراطية هي لابت في انتخابات تأتي بمن يتخب الناس اذا كنت عاجبك الديمقراطية على كده اشتغل فيها تأتي بمن ينتخب الناس والسيطة بتأتي بالافضل لا ما بتأتيش بالافضل ماتت اتيش بالافضل لا انت خلب تrate يعني انت زي لم تكون انت جفتت ت foll خلي بلك بتايا ابا فضح ابقى الناس الليها عارفة خلي بالك من سواب يا ابني الناس كلها عارفة ان الانتخابات لا تأتي بالافضل وان هي لعبة التمقراطية كده وهى الانتخابات كده بتأتي به Mannes سواء وجه قديم وجه جديد وجه مقبول وجه غير مقبول موضوع انت مش هتديره على مزاجك طالما هناك صندوق وبتحط في اسم وبيفرز والعملية ما فقاش تلاعب يبقى الموضوع كده تمام هي دي الديمقراطية في من يتحكم في رغبات اعضاء الجماعي العمومية مين في من يتحكم في رغبات اعضاء الجماعي العمومية يا سيدي هي الديمقراطية كده يا اسلام هي الديمقراطية كده من يتحكم في صوت الناخب خلينا اتكلم في السياسة من يتحكم في صوت الناخب من يتحكم في صوت القرية من يتحكم في صوت المصنع من يتحكم في تحكم لازم ما هو لازم يا اما في تحكم يا اما في حب الناس بتنتخب حكتين يا اما حد بيقضى يعرف يخشي لها فتنتخبه يا اما حد بتحبه تنتخبه هو هي الديمقراطية كده وفي التحدي الكرة مش هزايش بالتحكم ولا بالحب بالتحكم ولا بالحب ماشي بتمشي زي ما تمشي بالاتنين ماشي بالاتنين يعني ايه بالاتنين ما أنت يا سيدي أنت بيقول لي في ناس وجوه أخرى أنت جيت بالحب ولا بالتحكم فين في اتحاد الكورة أنا شخصيا جيت بالحب بالحب أنا بكلم عن نفسي رغم أنك أنت وقتها تحربت فيما أنا بقولك ما أكوني أن أنا تحارب من ناس كانوا بيشتغلوا معايا وعايزين نسقط وانجحت فمعنى كده ان انا جيت بالحب يبقى انت ده موضوع انا معرفش غيري جيز ازاي انا مش قاعد مع الناس مرائبهم انا بتكلم عن نفسي انا بكلمك عن التجربة اللي احنا بمر بيها تجربة الديمقراطية لكن تجربة الديمقراطية دي تسقط امتى عندما يكون هناك اهمال او فساد تسقط اهمال او فساد تسقط تسقط بقى رأي الناخب يسقط هنا رأي الناخب ما يبقلوش دور الناخب اختار اختارني من المفترض انه اختارني على انني على قدر المسئولية استطيع ان انا اودي خدمات دون ان انظر الى اي شيء اخر انا بيحصل اوه 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 انا بسألك يا ابني بيحصل اوه لا ما بيحصلش مش قضيتي انا انا بسألك انت مش عندك تجربة وانت قلتلي انت محمد نجيب فبتحكي من خلال تجربتك انا قلتلك انا محمد نجيب اي يعني زي انت بتعمل زي ما بتكتب برد شوف الجملة انا قلتها ازاي وانت عمل بتاولها المدرسة بتاعتك دي مش مدرسة مش مدرسة الاصارة مش اصارة مش حلوة المدرسة دي مش مطلوبة مش مطلوبة يا عم انا بقولك لما ييجي محمد نجيب الرئيس محمد نجيب يكتب مذكراته بايده هو اللي كاتب المذكرات حلوة اوه 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 انا ماشي معاك ده اللي انا قلت انا محمد نجيب ولانا symbol عبد النصر انا بقولك بس انا اللي انا قلت انا لانا جمال عبد النصر انت متأولنش متأولنش كلامنا مgrassو طيب خليه دلوقتي انا بكلمك في التجربة برضو عايزي العايز تلبسني هاي حاجة وخلاص ده والله خالص انا بكلمك في التجربة يا كاتب هل التجربة الديمقراطية اللي انت بتقولها دي داخل اتحاد الكورة هي في النهاية أنا بديك أمثلة عامة التجربة تنطبق على اتحاد الكورة كما تنطبق على الحياة السياسية كما تنطبق على النقابات كما تنطبق على المحليات أنا أديتك كلام أنت مش قادر أنت مش قادر أنت بتعمم القصة لا حول ولا قوة إلا بالله هو اتحاد الكورة ده بالتعيين ولا بالانتخاب أنا ما بناقش انتخابات البرلمات اتحاد الكورة ده بالتعيين ولا بالانتخاب أنا بناقش دلوقتي أزمة الكورة المصرية وإدارتها داخل اتحاد الكورة اللي بيديرها مين اتحاد الكورة شايف إن الديموقراطية اللي حررتك اتكلمت عنها دي الخاصة بالجماعية العمومية في النهاية الاختراب بتاعتها بتكون في مصلحة الكورة المصرية عمر الانتخابات ما بتأتي بالقصة ما قلنا الكلام ده هنعيده لا هنعيده هنزيده ما قلنا عمر الانتخابات بتسأل السؤال اللي احنا جاوبنا عليه يا عمم احنا قلنا عمر الانتخابات ما بتأتي بالاصلح امتى تسقط انا بجيب لك من الاخر المفروض ان احنا نعدي النقطة دي ونخلص منها لان انا جاوبتك عليها بنقول امتى تسقط هذه الديمقراطية وهذه الانتخابات اللي اتى بها الناخب عندما يكون هناك فساد او اهمال او اضرار ده تدخل من الدولة ولا من الجماعة بلوش دعوة بتدخل من الدولة معه لابد ان القانون يتدخل لو القانون تدخل ما ينفعش تقول انه تدخل من الدولة القانون لما يتدخل ما ينفعش تقول لا ده تدخلت الدولة في انتخابات مجل الشعب لا ده ترفعت عنه فيه اجراءات بقى ترفع الحصانة عن النائب وبعد كده يبدأ التحقيق معه لو مدانه هيتحاكم ويتحبس يبقى لا الانتخابات نفعته ولا حصانته نفعته اتحاد الكرة نفس الشيء اتحاد الكرة كلنا متفقين انه ارتكب اخطاء كثيرة يبقى من المفترض ان بيحدث ايه بيحدث تحقيق النهاردة التحقيق اللي بيحدث تحقيق مالي فلو ثبت ان هناك اهمال واضرار بالمال العام و لابد ان فيه خطوات قانونية بتتخذ عشان تقدر تحول هذه الاضرار المالية اللي ارتكبها اي شخص الى المحاكمة ما ينفعش لو انت لو احنا كده جينا واتهمتك من غير اي حاجة وقلت وحولتك واطلعت بريق ما خلاص يبقى انا ما حققتش القانون وما قدرتش انما لازم احقق معاك ولازم اقاجي واقولك فين الفلوس فين الحاجة انت معاك عهدة زي اتحاد الكرة اتحاد الكرة دلوقتي معا فريق الفريق راح سافر تكلف اموال اتدفع فلوس لو عمل عقود العقود دي صحيحة ام غير صحيحة ده موضوع القانون هو اللي يحسمه التحقيق هو اللي هيحسمه الشرط الجزائي هيقدر يجيبه اتحاد الكرة مش هيقدر يجيبه اتحاد الكرة انما انا عجبني حاجة في اللي كرم كتبه ان مين اللي هيطلب من مين الشرط الجزائي مين اللي هيطلب من مين الشرط الجزائي الدنيا كلها بتتكلم على الانتحاد الكرة ويطلب الشرط الجزائي وهو مفاهب الناس انه هو مدار طيب ما هو النهاردة اللي لغى المباراة مش الشركة الشركة جابت الفرقة ووصلتها لحد الامارات مين اللي خد قرار إلغاء المباراة لأن الشركة أصبح النهاردة ليها حق بقى ده هي أيلالك والجوابات معانا والورق معانا أن الفريد تحتاته عشرين سنة جيتوا فاجأة قلتوا لا دا احنا مش هنلعب لأنه فريد تحتاته عشرين سنة لا بس يعني محمد زيات اللي هو مندوب الشركة اللي هي اللي مش معتمدة أصلا في الاتحاد الدولي أكد على أن المسؤولين في الاتحاد الكرة كانوا على علم قبل الصفر بأن هم هيواجهوا المنتخب الأولمبي أو منتخب تحت تلاتة عشرين سنة طب أنا اختلفت معك وانا دا اللي أنا قلت خلي بالك هو مش لازل طيب ماشي ما بنقوله هو النهاردة لا أقول ماتش أنت النهاردة عارف أنك هتلعب فرقة صغيرة وسفرت وعمل معاك العقد مكتوب في الفريق الأول وبعدين العقد بيقول حاجة والواقع بيقول حاجة والفرقة والماتش ما تلعبش طب مين هيطلم من مين هل بقى الشركة دي لو رحت رفعت وقالت أن احنا جبنا الفرقة هيقول لك لا دا احنا الفريق الأول والعقد احنا قرناه بالعربي هل العقد دا لون نسخة مترجمة بالانجليش ما نعرفش العملية يا اسلام انت بتبسك في موضوع الموضوع كله برمته على بعضه موضوع مش مظبوط والدنيا كلها عرفت أنه مش مظبوط وأنا طلعت اتكلمت أول واحد اتكلمت انت لانت اتكلمت انتوا اتكلمتوا لما اكتشفتوا أن الفريق اللي راح يلعب السنغال دا فريق كله من عناصر الشبابية أو مفهوش لعيبة من الفريق الأول انت وخبالك بدأ الامور تتكشف ان لا دا مش الفريق الأول دا مش مفهوش عناصر من الفريق الأول لا دا مش الفريق الأول دا الفريق الأولمبي بدأ كل حاجة تتكشف بعد كده مين اللي يقدر يحقف في الكلام دا كله المفروض الجاهات الرقبية عندك الرقابة عندك الأموال العامة عندك جهاز مركز المحاسبات عندك وزارة الشباب والرياضة اللي بيتبعها القانون اللي بتتبع الاتحاد الكورة بيتبعها بالقانون اللي موجود دلوقتي ماليا ماليا سيبك من الكراوية لأن ليحة النظام الأساسي فصلت اتحاد الكورة إداريا عن وزارة الشباب والرياضة فصلته إداريا الدكتور كرام كوردي وهو بيتكلم معين الوقت قال أنا لو ما كان جمال علام أو من المفترض أن على الأقل الجمال علام كان يقدم استقلته أو لم يكن مجلس الإدارة يقدم استقلته إذا ما كانش مجلس الإدارة هل أنت موافق دوت ولا أنت شايف أن الموضوع ما يستاهلش أن المجلس يقدم استقلته لا أنا شايف أنه هو Yankee أن المجلس يقدم استقلته أنا شايف كده يعني انا شايف ان الموضوع كبير مش موضوع صغير اخبار ما احملنا جيبان نطلع فاصل ونرجع نكمل معه